مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي وتجديد الالتزام بحقوق جميع الأطفال الإماراتيين والمقيمين في أرض وطننا وتعزيز رعايتهم في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية نفذ قسم التربية بجامعة الشرقة ندوة تحت عنوان أنامل المستقبل ملتقى يوم الطفل الإماراتي كمبادرة تربوية ثقافية علمية واجتماعية تصب في صالح الوعي المجتمعي لمرحلة الطفولة وتركز على حزمة من الفعاليات والمبادرات التي صلطت الضوء على تعزيز دور جيل المستقبل وتنشئته وفق أفضل التجارب والمعطيات العالمية وتم خلال الندوة الإشارة إلى مجموعة من القوانين والمبادرات التي أطلقتها الدولة لترسخ دور ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي وعلى رأسها قانون وديمة لحماية الطفل الذي يعد واحدا من أهم وأبرز القوانين التي تضمن حقوق الطفل في جميع الجوانب الحياتية